بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث من الكورس الشامل لتعلم AutoCAD. AutoCAD Full Course. هنشرح النهاردة حاجة بسيطة جداً لحلقة تبقى صغيرة. وهحاول أخلي الحلقات الجاية بقى صغيرة. اني لقيت ان فكرة الحلقات الكبيرة دي بتبقى ايه. ما بتجيش يعني مع اللي بيسمع. طيب فهنصغر حلقات قدر الامكان. وزي ما قلت لك انا بعمل مرجع الشامل لتعلم اللغة. فمش هستعجل في حاجة. مش هتلصق المعلومة. مش هقول لك المعلومة كده يلا خدها على الطائر. لا هخلي حتى المعلومات التي انت شايفها بسيطة جداً. هحطها في حلقات منفصلة عشان تبقى مترسخة عنها. عشان نوصل في اخر الكورس بإذن لانك عرفت كل تفاصيلة في البرنامج. او قدرت تستخدم اغلب التفاصيل المعروفة في البرنامج. النهاردة هنتعلم حاجة تفهة جداً وصغيرة جداً. بس هتستخدمها بشكل اساسي في البرنامج. وهي ازاي اعمل الامر و ازاي الغي. ازاي طريق اعطاء الاوامر. والطرق اللي نستخدمها عشان نلغي حاجة معاينة في البرنامج. طيب زي ايه تعالى نشوف. هتلاقي كل حاجة مكتوبة هنا زي ما عودتك. بتنكتب موضوعات الدرس او الفهرس. عشان لما تحب تراجع بعد ما تخلص تبقى ايه. عندك مكان تراجع منه. وهتلاقي الحلقة كلها سكريبت. عشان ده اللي هتحط في الكتاب اللي هنعمله في اخر الكورس. اللي هو الفايل الكبير. اللي شامل لكل الايه اللي شرحناه. فاتأكد انك تقرؤه عندما تخلص سنفيه كل التفاصيل. لكن انا دلت هتحرح لك على طرق البرنامج. عشان نعمل امر في الاوتوكاد. اي امر يريد تعمله. عايز ارسم خط. عايز اعمل دايرة. عايز اعمل عملية تعديل على رسم موجودة. عايز اعمل ليرز. عايز اكتب نص معين مكتوب. عايز اعمل دايمنشنز. عايز اعمل اي حجم اللي هتعملها قدام. اي امر يمكن اداءه بتلت طرق. تلت طرق اساسية. لازم انت تفهم الكلام وحفظه ومرتبه في دماغك. عشان يقفى فرقة بينك وان الشخص اللي عارف معلومة على الطاير كده. اللي عارف معلومة على شوية هيبقى ايه. اه يعني بعمل اوامر يقولك كده. ويقعامل اي طريقة. لكن واحدة يبقى منظم شخص اكاديمي. يقولك لا الاداء لتنفيذ الاوامر. جواه برنامج كده. كلمة فوقها رأسنا بتاعتها. دي من سمي ايه زي ما خدناها في اول الكورس خالص. دي اللي هي الايه. التبويبات اللي كل تبويب فيها. او البانلز اللي كل بانل جواه بعض الكمانز او الاوامر. فنقدر اجيب اي كماند منهم او امر منهم. واعملوا ببساطة جدا. ادوس على اللاين. ادوس دوسة واحدة. واجي. خلي بالك. بس بس المؤشر كانت على المواصل ازاي. ركز على شكل تعال المؤشر. في مربع في النص. اول ما تختار اي امر شكل المؤشر اختلف. ويقول لك كلمة. بيقول لك. اسبيسفاي فرست بوينت. معلش. زوم وشة كده على الشاشة. هتلاقي مكتوب تحت. اسبيسفاي فرست بوينت. يعني حدد نقطة البداية. نقطة بداية الرسم. اقول له نقطة دي. بعد كده حدد الطول بتاعه لو انت عايز. اقول له مثلا طوله عشرة. حلو. اعمل لي. اعمل لي خط. في الاتجال اللي كنت توقف عليه. كنت ممكن اعمل ببساطة جدا. كنت ممكن اعمل اللين. ابدأ من هنا. اقول له ادوس على F8. يعمل لي بشكل هوريزونتل. واختار عشرة. يبقى عمل لين طوله عشرة. يبنى لأداء الامر اللي اسمه لين. ممكن اول طريقة وديل اشهر والاسهل. ان اختاره من القائمة اللي موجود هنا. من الشكل ده. او امدس على لين. واجب. الشكل اللي موجود دمك ده. ليه قوائم اللي جوها اوامر. لماذا تعملوها علشان يسهلوا الوصول للأوامر دي. فابقى عندك هوم. وعندك انزيرت. كلها اوامر هي مرسومة. عندك annotate. عندك بارامترك. عندك view. عندك manage. عندك output add-ins. الى اخر. كل هذه الاشياء اقدر من التاب وييبات اللي هنا لدي. دي من نسميها تاب وييبات او تابس. كل تاب جواها بانلز او اسمها اي. تجميعات يعني. كل بانل زي درو دي كده هو هو اوامر او كمانس خاصة بالرسم او هو كمانس خاصة بالموديفاي زي ما شرحنا في حلقات الفاتحة فانا ببساطة جدا اقدر اتنقل بين اي واحدة من دول واجيب الرمز اللي عايزه وده كلام بديه جدا ولكن لازم ان تفهمه بشكل اكاديمي زي ما قلت لها اقدر اجيب منه امرة ديلة ورسن ديلة خلاص الكلام بسيط لأداء نفس الاوامر دي اقدر اعملها بطرق تانية هذا الصوره الاولى الطرية الاولى ان اقومي في نص الشاشه واغالبا هنستخدمه بعد كده لانا للتسريع ليس اكتر لكي نعمل بسرعة عالية اجيب بنفس الانجليزي اجيب هنا اقومي في نص الشاشه اهو في اي مكان فاضي اهو لان ليس مؤشر حر ليس مرتبط بشيق بحاجه لا يكون المؤشر حر انا خطار منها ويرتعهم حسب الشهرة فأول واحد فيهم غالباً هو أشهر أمر وهو line فإن اخترت إكتبت الكلمة وضعت إنتر وضعت المؤشر وغيره وبقى جاهز لرسم line ثاني ثاني لو جيت في نص الشاشة وهدبت كلمة حرف L وضعت كل الأمر اللي أولها L أنا أختار اسم الأمر فعملت الأمر على طول أختاره إزاي؟ ممكن أختاره بماوس كما نستعمل قدامك أكتب إلا هو ومدائس بماوس على الأمر ممكن أحد ثاني يضع إنتر هيبقى صحة أيضا ممكن أحد ثاني يقوم بعمل شيء حلوة يقوم بكاتب L وضع مصطرة اللي هو space bar الزرارة كبيرة اللي جانب الألت عارفه؟ أولا تضع عليه هذا يؤدي نفس الوظيفة بالظبط خلي بالك قاعدة عامة اكتب عندك في الكاشكور أتلقى في الورقة اللي أنا كاتبه هنا L space والأنتر في AutoCAD ذا سيم ذا سيم بالميلي كلهم يعملون الاثنين بالظبط أكنهم واحد أي شيء هتعملها بأنتر ثم أقول لك بعد كده تضع إنتر لكنني أقول لك دوس space الاثنين مثل بعض فأي شيء هتعملها محتاجة إنتر هي محتاجة space الاثنين يعملون نفس الوظيفة طيب يبقى أنا أقدر أختار من القوامل هنا الحاجة اللي أنا أريدها وأقدر أجلب نفس الحاجة بإسمها من في نص الشاشة كده أف ومكاتب الاسم عايز سيركل هكتب سيركل أول ما أكتب C-R-L سأجلب لي سيركل حتى من غير C-I-R أكتب C سأجلب لك كل الأوامر اللي أقول لها C غالبا أول واحد فيهم هو الأشهر بعدها الأقل شهرة لحاجة عندما تصل تحت خلص لأقل شيء مشهور لأقل شيء أنت لم تتعرفه أساسا لذلك سأجلب لك كل الأوامر كل ما تكتب حرف زيادة يقلل الإحتمالات في ركتات مثلا C-I-R كده حصر الاختيارات في الأول لها C-I-R فقط لا يبقى فيه اختيارات كثيرة فأقول لأول واحدة سيركل وعملت سيركل لكي أعمل أي أمر قدامك موجود في البرنامج أقدر أجيبه من التابويبات اللي هنا اللي موجود فيها PANELS اللي كل PANEL داخلها COMMENTS أو أجيبها بكتابة الأمر في الشاشة فاضية كده من بره ونفس كتابة الأمر في الشاشة فاضية من بره هو أكيدنا كتبته في الشريط اللي تحت فاكرة أول حلقة خالص شرحت لك في هذا الكلام هذا هو فايدة التأسيس أنت تتأسس حيث أن البرنامج بالنسبة لك فعلا مقلوف جزء منك كده فالذي سأكتبه في نص الشاشة ده أكيدنا كتبته تحت هنا بالضبط اكتبه تحت هنا بقى لو جئت تحت كتبت L IN LINE سيزهر لي نفس الأوامر أدوس ENTER أو زي ما قلنا مسترع الانتين سيقدروا نفس الوظيفة يبقى المؤشر يتحول وبقى جاهز الرسم LINE عادي خالص طيب يبقى لو جئت تحت هنا كتبت نفس الكلام سيزهر لي كل الأوامر اللي أقولها سي أقول له الأوانية دي سيرجل خلاص يبقى لو كتبت في نص الشاشة كده هو وانا واقف في نص الشاشة كده اي كلمة بالإنجلش إلا بس كده اهو ظهر هنا الاختيارات هي هي بالضبط أكتبتها تحت هنا الاتنين هيعملون نفس الوظيفة دي كلها طرق لتنفيذ الأوامر حتى لو جئت قدام في الكورس أكون بشرح لك أمر معين فتليني عملت بصورة عامة تقول لك تعمله كيف؟ لا خدنا الطرق كلها تقم قسناها في دماغي من التبويبات التي هنا نكتب الكلمة في نص الشاشة او نكتبه في الشريط اللي تحت اما الطريقة الثالثة وهذه الطريقة العريقة الطريقة هي كيف بدأ البرنامج البرنامج الآن لم يكن فيه أساساً هذا الشكل الشكل القوائل اللي هي الرسومات التي تحتها الاسم لم يكن موجود أساساً وعشان نجيب كل أمر نجيبه من القوائم اللي فوق أي حد عاش طبعاً لا نسأل أي حد كبير سيقول لك إصدارات القديمة قوي من أوتوكات كده لم يكن فيه قوائم مثل هذه كانت مجرد فوق أساساً كانت مجرد قوائم فوق ونفتحها ونجيب منها الأمر اللي نحن نريد نرجع تاني نظبط لك الشكل كما عندك غالباً انت عندك القوائم الموجودة هي القوائم دي بس غالباً يعني فنحن نظر القوائم اللي هجيب لنا الرسومات نجيبها ازاي القوائم اللي جواها أدوات الرسم والتعديل وليب من استخدامها في إنشاء الأوامر هتدوس على الثلاثة الساهم الهنا وانتقول له انا عايز اظهر المنيو بار المنيو بار ده البار او الشريط اللي جواه القوائم بتاعت الادوات بتاعت البرنامج كلها كل قوائم اللي ايه الادوات هدوس عليه وهي الزرهولي اظهر لي اظهر لي فايل ادت فيو انزرت فورمات فيه درو بقى هنا وفيه ديمانشن وموديفاي شفت درو اللي تحت دي فيها كام امر اوامر قليلاً جداً نفس الامر درجة من هنا بس اكتر بكتير جداً فهم تتخيئ لك انظر قائمة مني ايه الشيء الشامل لكل الادوات هي القوائم دي لكن الرسمات الدينا مش شاملة ليس شاملة فيه حاجات منها مش موجودة بعض الاوامر مش موجودة ليس موجود رسمة ليها فعشانك هلتجي في وقت من الوقت في الكورسو وقولك لا لازم نروح لقايمة نفتح كذا نجيب منها كذا ونجيب منها كذا لونها مش موجودة هنا في الشكل القوائم دي هيء شاملة كل شيء بس بس لده داخل طريفهم اللي هي أشمل جواه كل الأوامر. يبقى أي أمر بثقة كده تقدر توصله من القائمة اللي فوق دي. عندك وندو وعندك مش عارف بارامترك موديفاي كل ده نستخدمه في كورس بإذن الله بالتفصيل الممل. فأنا مثلا عايز أجيب أمر درو واجيب لين أهو درو ومختار لين. عمل لي نفس المهمة بالظبط. اللي يبقى أنا دلاتي أخدت لك ثلاث طرق في إنشاء أي أمر. سواء أمثلة بدايرة أو لين عشان حاجات بسيطة. إسعليها أي أمر موجود في البرنامج حتى لو في الحاجات الجوهة هنا. أقدر أجيبه بطريقة من ثلاثة. إما بالرسمته الموجودة هنا لو ليه رسمة. يعني أدوس على الشكل بتاعه وهو أم عام. لا إما بالطريقة الثانية أننا أقب في نص الصفحة كده في أي مكان فاضي. يكون المؤشر متحرر. أدوس على أكتب اسمه أول حرف بس منه جده هيجيلي على طول. دي لست لأنا عايزين لين. فنكتب إل. أول واحدة لين هي. عملنا الأمر لين. أو أن أكتب اسمه تحت هنا في نفس الطريقة الثانية. ليس أي فرد. حرر بس الماوس. وقف تحت كده وكتب إلا آي. سيظهر لك. سيظهر لك لين على طول. أعمل لك نفس الأمر لين. حسنا. حسنا. يعني لو ظهر لك لين في الرقم الثاني مثلا لا مشكلة. أكتب إلا آي هو. لين ليس أول واحد. اختر الثاني يعني. وأرزو يظهر لك في الأول. واشعره في برنامج أنت عايزين. فكرة في يوم الآن ما تريد حاجة غير لين. حلو. أدي طرق الثانية. طرق الثالثة أن أذهب إلى القوائم فوق. أعرف الاسم القائم الذي أريده. أوامر رسمه. هو مختار الأمر الذي أريده. وهو لين. ويمكن نعمل شعاع مثلا. وهو ري ده. يقوم مدد لإنفنتي كده. ممتد بشعف تجيب أخر. مهم يعني هو شعاع بقى. فهكذا. فهذه الثلاثة طرق لإنشاء الأوامر. ده كده هو نص الدرس. طب النص الثاني. أنا عايز أتعرف إزاي لو أنا مختار أمر أخرج منه. إزاي أنا دلاتي مختار الأمر لين. مش عايز أبقى لين. عايز أمشي. عايز أمدوسي إرسلني لين. أنا عايز أطلع من الموضوع ده. تعمل إزاي. لإلغاء أمر أنت اخترته. بدوس على الزرار الاسكيب. بص على أقصى شمال الصفحة. شمال الكيبورد. بص على آخر زرار خالص في الكيبورد. فوق على الشمال. هتلاقي الزرار المكتوب عليه. ESC. معلش يعني. خدنا على قد عقل. أنا عارف أن هناك ناس كتير أقوى عارف هذا. بص على قد عقل الناس حبيبنا. نحن صقق قناة بعنوان قناة الغلبة. أنا في ناس كتير عندي تتعلم الناس الجامدة. بص على قليلين يتعلمون الناس اللي. اللي هو يبدأون. إذا يعني أجمد واحد على يوتيوب أنت تشوفه في حياتك. فهو في يوم القيم كان مبتدئ. فهو يعني مفروض يعامل الناس كما هو كان حابب أن يتعامل سعيد. فهو هم الفكرة. فهتلاقي فيه زرار اسمه اسكيب. أو اللي هو الهروب الخروج. سميه زي ما تسميه. لو دست عليه سيخرج من الأمر اللي مختاره. بص أول ما دست خرج منه خالص. ما الذي تلاحظته؟ دست على اللي تاني كده. شكل المؤشر هو أنا مختار أمر عمل إزاي. زائد زائد صرف. لكن أول ما أخرج منه ودست كيف تتحول للمؤشر الحر. الشكل اللي انت شايفه حلم ده اسمه المؤشر الحر. يعني مش مختار حاجة. أنا داتي حر هو بص طليق. أقدر ما فيش حاجة مختارها. مش متثبت في أمر معي. لكن لو اخترت أمر سيركل مثلا. تحول المؤشر للشكل اللي هو زائد صرف. لكن أول ما أخرج دف مربع في النص كده. هذا المربع يعبر عن أنك حر. ليس مختار حاجة. فلو اخترت أمر وعايز تخرج منه ودست على وزرار الاسكيب. اسكيب يخرج من الأمر. طب لو كتبت أمر مثلا. هذا هو التراجع عن الأوامر. هذا لإلغاء الأوامر. طب لو عايز ألغي أمر كتابي. يعني كتبت كلمة. كتبت كلمة. وغلطت فيها مثلا كتبت إي إي. طب أمسح الإي زيالة مثلا. بالباكس بيس. ما هو هذا الباكس بيس؟ هذا هو هذا الوزرار المسح. هذا هو التراجع عن أمر كتابي. يعني أريد أن أرجع عن شيء كتبتها. هذا نفعله في الشتات العادية خالص. في أي حد تعمل على الكميتر. لكن لا تعرفه. يعني لو زرار الفول إنتر. الذي عليه سهم من الشمال كده. مكتوب عليه باكس بيس. هذا يمسح أي حرف أنك كتبت. أي آخر عملية كتابة أنك كتبتها يمسح. يبقى أن ندرس لقتي. طرق إنشاء الأوامر خدناها ثلاث طرق. وطرق التراجع عن الأوامر. لو أمر معين. أهو أنت مختار أمر وعايز تخرج منه بسكيل. طب لو كتبت حاجة وعايز ترجع عنها. من أعمل باكس بيس. من أرجع عنها. طيب لو عملت فعل معين. فعل أكشن خدت فعل. ليس بقى مختار أمر ولا حاجة لأ. أنا خدت فعل معين. وعايز وندمت أن عملت وعايز أرجع عنه. أنا رسمت لين. رسمته خلاص. ليس لسه ها يرسمه وعايز أخرج. لا أنا رسمته. وعايز أخرج بقى عايز أتراجع عن رسمي لي. نعمل الأمر الأشهر على الإطلاق. في أغلب برامج الكمبيوتر. اكتب عندك هذا الكلام في الورق. قطليني كتب لك في الفايل. كونترول زد أو التراجع. نعملها كما يعيد عندك كم طريقة. لكي أن تكون شخص محترف كبه. لا تعرف طريقة واحدة. أي أمر أنت عملته هو تسجل في الجهاز والمتعامل في البرنامج. فبقى فيه حاجة اسمها history أو skill. عنده سجل من الأشياء التي عملتها. وهذا الشرح ترك في أول حلقة خالفة. تركك لو أضع هناك. سيظهر لك كل أمر أنت اخترتها. فيه history فيه تاريخ أنت اخترت به. يقول لك أنت اخترت آخر خمس أوامر هم الخمس أوامر دول. حلو؟ طيب أنا أريد أن أرجع عن آخر أمر عملت. أعمل ذلك كيف؟ تجد فيه خالص في الشريط للأدوات السريع. تجد فيه سهم وراء كده. لو قفت عليه يقول لك هذا اسمه undo. وهنا اسمه redo. يعني أرجع عن آخر خطوة عملتها. طيب يعني ما هو السهم هذا؟ إنه redo. إرجع عن تراجعي. يعني لا أنا أريد أن أرجع اللي. فهمت الفكرة. واحد يرجعني خطوة الوراء. والثاني يرجعني خطوة الأمام. عندما لا يرجعني خطوة الأمام. يطلعني خطوة الأمام. فأنا لو رجعت في التاريخ الوراء. أهو بس. أفضل أرجع بخطواتي الوراء. سيرجعني كل شيء نعملتها بالترتيب. كل هؤلاء أعمال عملهم ممسح قدامك. طيب لو قفت على redo. سيبدأ يطلعني خطوات الأمام. لحد ما يصلني إلى آخر خطوة أنا وصلتها. اللي هي الليل التي كنا كنا رسمينا. إبقى undo يرجع الوراء. redo يطلعك الأمام. كل دوسة بخطوة. سنجبهم من شريط الأدوات السريعية للأمام. طيب هل أن كل مرة يحتاجون مرايح داس فوقنا؟ لا. هذا يصبح عارف. لا يكون هناك شيء مجهول. لكن في أرض الواقع سنستخدم كونترول زد للتراجع خطوة الوراء. كونترول وي للصعود للتقدم خطوة للأمام. يعني كونترول زد لاندو. اندو يعني ارجع الوراء. redo يعني اطلع القدام دي بنعملها بكونترول واي. اكتبها عندنا. كونترول زد رجعني خطوة الوراء. كونترول وي رجعني خطوة القدام. كونترول زد رجعني الوراء. كونترول وي رجعني خطوة القدام. هكذا. أعمال ألغي الأمر ورجع تاني. ألغي ورجع تاني. هذه فكرة الاندو والريدو. يمكنني أحضرهم من شريط الأدوات السريعية للفور. ممكن أحضرهم بالكونترول زد وكونترول واي. ودول الأشهر استخداما. وفي طريقة ثالثة. ممكن أحضرهم من. أنه نقف في نص الشاشة كده. و اكتب امر معين. اكتب ايو. ايو بس كده. هذه معناها اندو. لو تستهق رجع خطوة الورد. لكنني درست كنترول زد بالزبط. عايز اعمل امر ريدو اكتب ريدو بقى. ملاش اختصار. نكتب ريدو و اراجع خطوة الى قدام. ممكن تجيبها بكم طريقة لحد لقيت ثلاث طرق اهو. من شرية الادوات السريع. من الاختصارات ليشرت كتس. كنترول زد و كنترول واي. او بالامر نفس المباشر ان اكتب في نص الصفحة كده. اما انت وصلت الى نتيجة حلوة جدا. ان في نص الصفحة كده انا بتوقف وتكتب امر موجود جواها كل اوامر. ليس هيقولك لا كل اوامر اللي هيوجود في الكتابة دي. فممكن اجد منها اي امر انا عايزه. عكس مثلا هنا. عكس القوائم دي. هل القوائم دي او التبويبات اللي هنا فيها مثلا الامر ريدو. واندوه لا. فانا اكتبت الى ناقص. ان المكان ده ناقص. لدينا شيء موجود. لكن ايه كامل. القوائم اللي فيه. واندف هنا واندف الامر في command line او اكتبه في شريط الاوامر. شريط الاوامر ده هو بالضبط اكتب في نص الشاشة. فانا او غيربت هنا حرف الU. او غيربت خطوة الواره. او غيربت كلمة ريدو ستطلع خطوة الواره. حسن او اكتب ان تضغط على دول بلضبط او او اكتب ندست كنترول زد و كنترول واره. السؤال المهم. السؤال المهم. و بولي لاين. وعايز اقول اغلب اللغة بتكتب الكلمة ايها بالضبط. يعني انت انت عارف ان كلمة بولي لاين يعني لاين متعدد. يعني لاين بيلزق في بعض. اوه. ميلزق في بعض. ولو حددته سيتحدد كأنصر واحد. طيب انت فهم الكلمة. لو كتبت بولي لاين. اوه اكتب كلمة بي. قال لي اول واحدة تانية واحدة. ايه بولي لاين. جابها لي على طول. الكلمة مباشرة. فاش اختصار. حاجات قليلة اللي هي اختصارات. طيب اعرف الاختصار من اين. حارف يو. يعني لو دست كلمة يو. هيجيب لك الامر. هو ده معناها. بيعلمك. بيقول لك اختار دست في النص صفحة كلمة يو. عشان تقدي الامر ده. اللي هو الايه الاندو. عادة نرجع لوراه. لو دست على ريدو. هتبقى يقول لك ايه. شكل الكوميتر وجام به كلمة ريدو. يعني لاداء هذه الوظيفة. كن بكتابة كلمة ريدو. هنا في الشريط ده او في نص الشاشة. في اي مكان في الشاشة فاضي كده. يبقى انت دقيق اتعلمت النهاردة طرق ان تنفيذ الاوامر. وطرق التراجع عن اي امر انت عملت. انت كده فعلا بتتعلم صح. لكن هناك نازة بتعمل ايه. هم عليهم حق على فكرة. انه هو ده اللي الاسف في المجتمع في اليوتيوب يطلبه. عايزين واحد ينجزهم. يقول له ايه. يلا يا جماعة. اخبط معلومة في الثانية في الثالثة. وانت مش بتتأسس. انت مش بتحتفظ. مش بتحتفظ بالمعلومة بوقت كبير. انت بتخدها وتخش على وراها. عدين على وراها. فقدينها بتتكربس عن. لا يمشي معي خطوة بخطوة. عشان بإذن الله تبقى حتى لو طولنا في المدة. لكن تتعلم صح. اظن يعني. والله اعلا. كده خلصنا. وانتظننا في الدرس الجاي هنتعلم حاجات جديدة. وهتلاقي كل حاجة قلناها موجودة في الفايل له. عشان لما تحب ترجعها بشكل كتابي. بشكل مرقي. وتبقى الدنيا زي بولك. فبس كده. والسلام عليكم.